السلام عليكم احلى متابعين كيف انتم ماذا بس عليكم ديانين باخر ستمنكم تكونوا باخر وعلى خير فيديو ديال اليوم غادي نعمل واحد جولة في الشاون غادي نشارك معاكم الدار اللي كرينا واحد الجولة خفيفة دريفة هنا صراحة الشاون غنية عن تعريف كوشي كيعرفة اكترية يعني جاليلة وكوشي زارة واكتر يكونوا فيها السياح يعني واحد مدينة لي كانت تحمى كل ما ديال الغزال في مدارة القلمة مهم خليكم مع الفيديو physique وهنا اخوتي سوف تتمحكم الفيديو لي وضع هذه البلاصة التي تكون قريبة اختي من الشاون يعني في الدخلة الشاون بالطبط الي قلسنا هنا وكننا ارتحنا كان معنا شوى وشوى تما في ذلك الغابة وحلما نظر مزيونة وتما رياضيين كيت تريدو مهم مهم لقينة تما كتدربو على البوكس وراما واحد جوجيا كانوا كتدربو على البوكس مهم هنا ونشارك معكم تفاصيل يضر الكرينا وثمان باش كريناها مهمة تما في الأخير نقل لكم ثمان كما تدخل هذا الوسط هذا اللي فيه تضيك الطابلة والكراسة كتلقى هذا البيت هذا اللي فيها تدادر الصراحة كانت كافية نحنا يا أربعة دي الأشخاص يعني أنا وبهم وجد الوليدات هذا بيت النعاس وكان يعني نقي الفراش مصبين نقي أما أنا كنت دخلت وقيتها ماشي نقية والله ما نقدر نعاس فيها صراحة نقية وشوفوا ما ندر مني كتل المسترجب شنو كتشوف ونقدر مزي وين نكمله الجولة دينا في الدر كتدخل هنا هذا البيت ديال الدرنري الصراحة ما كان شي كبير ولكن ما نعاس فيه صراحة حتى واحد بجوش بيوم ما نفسو شيف ديك البيت هذا مهم بيت فيه كاما واحدة وهنا هذي الكوزينة اللي لقينا فيها تلاجة صخيرة وكالينتادور دوش وكل شي راكب يعني غير كتخدم غريفوك يبطل مصخونين كل شي عندهم هو هاداك صراحة ونقياء ومجفة ويعني ملقنا شي مصخة يوصف يدب هنا اخوتي راحنا استعملنا يدينا وروننا الدنيا ولك ما يلقينا مجموعة ويمقل سارا نشارك معاكم فيديو هذا 300 دراما اخوتي وصراحة رخيصة والله العادي من الارخيصة احتى الويفي فيها ايو شنو غدي كون ناقص ملي فيها الويفي فيها تلاجة ديالة فيها يعني بوط القناعة عمراء يعني مزيانة بعد ديالة أردت لي من المجموعة ومتع من المجموعة لم تكن أقوم بها لم يكن مزيانة ومتعدتها ومتعدتها وفيها الغريفة يدعونها أخي اختي كانت زومة وعلى الجمع شاهدناها من عمراء ولم نعرف لم يكن لديه موثيم ولم يكن لديها من أحد المزيانة نرى الكثير من الناس المهم اخوتي سوف نرتاح واحد ونخرج انظروا ونرى ماذا كان هنا كنا خارجين هنا كنا خارجين كما رأيت كانت اميرة لم يكن لبسها وهنا كنا نرى كنا خارجين ونرى مريندا ونظروا المهم هنا يا ياسين يزومي على الجامعة قال لك ان التليفون يزومي حسن من ذلك المهم ندابة كان يزومي بذيالي لذلك يزومي شمزيان عنده الحق وانتو مكحلة للصورة مهم قبل على هذا الفيديوهات المهم هنا هذه الخارجة هي للدار الكريتس مليك تخرج كتلقى هذه المناظر هذي باش تتعرفوا بلكريتس في أحسن موقع سوى أن تتلقى هذا مهم يجب أن تتعرفوا في هذه الممارات وفي هذه المناظر وفي هذه المناظر أريدخت منذ مقارب وعنى أي سابق مغرق غير سوى كنت ندخله وأنостоятель كانت معي بالتعرف لا أردت أن يقوم بلاد السيبع والإنسان كيرجع في واحد الحالة جديدة الى الحياة اليومية والروتيم اليومي المهم هنتم شنو كايان شنو شفت أنا فشاوان شاركت معاكم يعني بزرد المآتر كينين وصراحة البيض والزرق ما شاء الله فيما مشتك تلقى الابيض والازرق وصناعة تقليدية وكل ما هو تراتي مئة في هنا اميرا اميرا واميرا تخصى تصور في موقفنا تقول لي ماما صورني صورني وكنتصوره ايو خليها تصور مارس مهم هنتم ضروري اللي كيدوزم هنا ضروري شري العائلة الأصدقاء تديلهم شي سوفونيغ معاك مهم ضروري ضروري هنتم الكويسات والمعيلقة ديالهم كتقول لي اميرا شوف ماما ذاك شي صارحة كان فنيوون فنيوون ووووه فنون بزر ياك انا اه ان شاء الله هي ربي عاودوا الرجعوه اوو عاودتاني انقلسوا شي تلت ايام ولا مهم انسان كي بدل الجو مهم مهم تخرجها بالليل الشاون مزيان انك تخرج في الليل يعني الشاون في الليل كتستمتع بها كتار من نهر في النهار كتكون قيلة بزاف ولكن في الليل كيكون هو حل هو مزيون وبالخصوصة الساعة اللي خرجت فيها انا كانت قيلة يعني مشت بحالة وبدو كيشعلو الأضواء وشاون بالليل كتبنوا وعرب ديك الأضواء اللي كيبينوها في أجمل حلة هانتوما يعني رسل ما وغاديمشو مع الطريق هذي وغاديمشو لتمار رسل ما تمام مني دار مزيون وكين تحسينات تحسن وكين تطور وتقدم واضحة المدينة الشاون اللي فيما كان زوروها كان لقوها تبدلات وكيزيدوا يعني يتهلوا في المنيدار وسياحة يعني كما كتعرفوا الشاون يعني معروفة بسياحة وكوشي كيجي ليلا وخصوصا الأجانب كتلقاهم بكترة خصوصا تشينوس ما عرفش علش تشينوس كتحمقهم الشاون تشينوس بززاف كتلقاهم تمام في الشاون هنا اميرا نسمحوا اش كتقول بلاتي نضروري كناخدشي سوفني غلى حمايتي العزيزة والمزيزة 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 المهم المقربين يتأخذ المشي سوفوني مهم عمران هنا يقل لك أن أريد أن نشرع العزيزة شي حاجة هو اللي اختار للصراحة هذا المنديل هادك يعجبوها تهيئة بنادل كيعملوهم على كتافهم ويكونوا خرجين ولا شي حاجة هيدا يعني كيعملوهم كيسترهم كيستر يعني من الفوق هيدا مهم عمران شرع له يكتعملو منا قصي كي عجبات شي هذا ذيك الفوطات كبارين هيتا كيغطيوهم كيقولوا كيسديوهم إحنا يجبالك يقولوا كنسديوهم سدي مهم كيسديوهم صراحة مزيون الله العادم وانا عقزتهم ذيك النوع اللي كي عجبات لبس هادش هادا كي عجبوها وصد بارك الله عليها دي ما كتلقاها نقية وكتسهلة فراسة يعني ماشي شي وحدة اللي كي عجبا نقاو كي عجبا الجمال وسبح الله دي ما كتلقاها نقية ووح المرة اللي مصلية وكتلقاها كتصلي دي ما في الوقت وكتصلي الفجر سبحان الله عمران ما كتخلي الفجر عمران ما كتخلي الفجر بدون صالات اللي هادار في يعني في الغيب دياله ماشي غير في الفيديو والله العادي كنا درب واحد صراحة هاي وصافي خوتي دينا هلا وفرحات بهم اللي اعطاه لها عمران هنا ضرور ياسين وعمران واميرا يبغيوا يتصوروا هنا وضروري حتى أنا انا الواحدة اللي ما كنتصور شي فيهم بزاف كيكون تليفون فيديو وانا اللي كنصور هنا اخوتي أنا بلية بالقهوة ممكنشي أنا ما نشربش القهوة في الصباح وفي العشية قسني نشربها في الصباح من النوت ونشربها في العشية فات الساعة هادي اذا ما شربتها شي راسك يبقى يحرقني يعني واحد الحاجة واحد طبيعي اللي واحد بلية اللي خايبة الناس اللي بقى ما تبلاد شي بالقهوة ما تبلاد شي بالقهوة أنا تبلادت بالقهوة وما قدرتش نخرج من البلية القهوة يعني طلعت الفراسي وكان قول ما صافي علشت البلية هذه ضروري انا نشرب القهوة اخوتي ما كان فتنش براسي راسك بداي حرقني خسني نشرب القهوة ومشوف تليل يد العنب ونحن قلسين ساحت منا فضل من يدار هذا اللي فراس الماء وشربنا تم احسن القهوة وطبيعة الحال الأميرة وغاز البنات قصة كبيرة عندها مع هاد غاز البنات اللي كتحمق عليه وبالخصوص هنا يلقتوك يعدل الوردة وقاتلك انا ضروري يعدل الوريدة يعدل الوريدة وعدله خطره وعدله الوريدة وديما كان حاولوا البيوت رغبة الابناء غير يقرأ وينجحوا وحنا اللي قدرنا عليه كمال نوفره الحمد لله هنا هاد المونتج الفيديو يمنتم عطل احتاجوا النتائج وشفت كل شيء الحمد لله اللي ذاتين جحوا وجابوا النقيطة المهم عمرة اللي كنت متوقعة غادي يكون متكاسل جاب النقطة حصل من أميرة والمهم الحمد لله كنت خوفان عليه بززاف حتى طلع ضعيف القرية دياله من الأول يعني عيدك نحاول معه القرية دياله ضعيفة راسه ما عرفتش وشو ودكي هو ودكي وفي نفس الوقت ما كيبغيش يقرأ المهم هنا الوريدة ديال الأميرة والحمد لله نجحوا لي وليداتي وهي دمع وليدات مسلمي كامل اللي ينجح الجميع والله يوفقكم للخير وصفي هنا يا أميرة فرحانك تكل غزر البنات وحتى أنا الصراحة كان سرق لهم نونا كلهم وهنا وصفي وصلنا للدار دبا هاد البلاصة هادي اللي وقفة فيهنا هي هادك الدار اللي ساكر ياها أنا صفي كنه بطم هاد الهبيطة هادي ها هي غن نظروا منا وقد ندخل في الدار يعني الدار جد في البلاصة هادي بالضبط يعني النمرة عندي بقالي هنا في الفيديو صورت ديك حيث احنا دينا النمرة غير موح بلاكة تمة يعني هي تم عندي النمرة لابا ننزل لكم اللي بغى الدار و اللي قولوا اللي فتا عالق بغينا الدار غادي نعطيكم النمرة دية للدار والله ما يعني عجبتني الدار وصفي بغيت ننزل النمرة دية لو صفي ما عندي حتى شي علاقة بش اشهر المهم شوفوا المنظر اللي بالليل هنا هبطنا خوتي الساحة واكيد ما غنزيتش نطول عليكم فيديو كتار من هايضا المرة الماججة قد نكمل معاكم فيديو ونكمل معاكم الخرجة اللي خرجناه وهذه المرة هذا الفيديو كان بالليل ولكن سنكملوه بالنهار و سترى الشاوم بالنهار كيف تكون هذا الأجواء التي ترى و ان شاء الله الفيديو الذي سترى سنكمل معكم الأجواء و هنا السياسي انت هو بغي تصور مع البباغاء و هذه البباغاء التي تعمل في يدك و تصور به و كل شيء و لكن من بعد دم اللي كتبغي تدولوك يلسق لك في يدك و يقربش لك يدك والله إلا يا سنتا قبشوا من يدوه حتى سيلوا الدم من يدوه المهم أخوتي أنا ما بغيتش نتصور معه مع العلم أن النسات ما كوش يكنك تصور به أنا قتلهم ما بغياش الله أكبر الآدن أخوتي الآدن دي المغرب يا رب سهل ينسألها جميع المسلمين يا رب الحبيب الله أكبر كبير مهم أخوتي ما زلتش نطول عليكم فيديو كتر من هيدا شكرا على المتابعة وجزاكم الله كل خير يا أحلى متابعين انتظروا الجزء الثاني في الحلقة القادمة إن شاء الله يا ربي و شكرا على اللايكات تعالقكم الغزالة تحياتي لكم والسلام عليكم شكرا على النسات ندريك شكرا على الصورات المغربي خورك صيدة وعاء خليكين خليكاو اي خليكاو